فارح هنعيش فيها ليه هدفي واضح والدنيا هيا الطريق لي جنة وفرد وصف وصحفة وحبيب وشتاب لي يسقيني شفاعي يالله صلوا علي اللهم صلي وسلم وبارك عليك اللهم صلي وسلم وبارك عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج كوبيت دعاء بأن أكتر من حلقة بنتكلم عن الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولو فضلنا شهر بحال ونتكلم عن الهجرة مش هنخلص لأنه حدث الهجرة مش مجرد انتقال حياة النبي صلى الله عليه وسلم من مكان لمكان أكيد يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم يسيب من بيت لبيت لأ دي هجرة في سبيل الله ونواة لدولة الإسلام برحب يضيفنا الشيخ حمد الملكي من العنوان أذر الشريف أهلا بك شيخ الله يخليك يا رب ويحفظك ويكرمك ويسترق ورزقنا وإياكم الفردوسة الأعلى من الجنة يا رب والرزق الحلال الطيب وأن يبارك لنا فيه يا رب العالمين يا رب يرزقنا وأن يقنعنا ربنا سبحانه وتعالى بما آتنا يا رب ربنا يرزقنا أنا وإنت وكل الناس وكل المشاهدين وكل الناس يا رب وولدنا السطر والصحة والرضا وراحة البال والفردوسة الأعلى ورضاك يا رب والجنة وحسن الخاتمة وربنا يخرجنا من الدنيا على خير والعمرة والحج والرزق الطيب الحلال الوفير وربنا يبرك لنا في ولادنا ويهديهم ويسترهم وينجحهم وينجيهم يا رب من كل شر ومن كل سوء يا رب اللهم آمين اللهم صلي وسلم وبرك عليك يا حبيبي رسول الله كل سنة طيبة الشيخ أحمد ويهزقنا إن شاء الله اللي احنا نعمل دروس بقى هجرة النبي دي من هناك بقى إن شاء الله آمين يا رب نسجل حلقات كده من هناك إن شاء الله من مكة والمدينة آمين يا رب إن شرح عملي يعني الله الشيخ أحمد اتفقنا هنفضل نقول كل سنة وانتو طيبين لحد قد النبي كل لحظة كل لحظة وإحنا طيبين يا رب العالمين كل سنة وحظرك طيبة والسادة المشاهدين بخير وفي أمن وأمان وسلم وسلام يا رب العالمين آمين يا رب وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الأيام كلها أيام فرح وسرور يا رب العالمين وأن يذهب عنا للهم والغم يا رب اللهم آمين ويكشف كل كرب عنا وعن السادة المشاهدين يا رب العالمين آمين يا رب شوف يا ستي بقى نبدأ بقى بسم الله رحمة الله رحمة الله كما شيخنا يعلمونا ما تيجي تحكي كده وبالذات انت بتعلم الناس الأولاد الصغار أو حتى الكبار فتبدأ تقولهم زي ما أجداد نعلمونا كان يا مكان يا سادة يا ترام ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام وهو في درس مهم جدا حصل في الإخفاق خلينا نقول كده والدرس اللي حصل إخفاق ده فيه على طول درس فيه بث الأمل لم يخنق الأمل في نفوس المسلمين راح النبي للطائف عليه الصلاة والسلام عشان يخلي الطائف مركز الدعوة ومنها تكون الانطلاقة لبناء دولة الإسلام ما حصلش فحصل إخفاق في الواقع في الواقع المشاهد حصل أيوة ده بس في البطن إيه يعني الظاهر حصل لكن البطن كأن النبي يعطي للأمة كلها ولكل إنسان هو ماشي في الحياة بتقع مرة ودي سنن ربنا عز وجل بس إيه عتيس وده مش معناه اللي انت تخنق الأمل في نفسك لا بالعكس لا تمضوا في طريق اليأس فإن في الكون أمل ولا تتجه نحو الظلمات فإن في الأكوان شموس فالنبي صلى الله عليه وسلم راجع وهو وكأنه بيقول يا رب أنا خدت بالأسباب مش مهم بقى قضية النتيجة تيجي إزاي مش بتاعتي لكن بتاعت مين بتاعت ربنا سبحانه وتعالى سيد النبي لما طلع من مكة كان نفسه يرجع مكة فربنا بشره في الأول وقال له إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاه ما عدش أقول بقى امتى يا رب ما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب في شوية خطوات اشتغل طب امتى النتيجة سيبها على مين على ربنا سبحانه وتعالى أنا كذلك الأمر عاوز أنجح ذكر والنتيجة في النهاية بتاعت مين ربنا بتاع ربنا سبحانه وتعالى ما لكش علاقة من اعمل اللي علي اعمل اللي علي تدعو الله تبارك وتعالى ما تجيش تقول ما أنا دعوته فلم يستجب لي لا أنت مطلوب منك الطاعة بتاعتك اللي أنت تدعو الله عز وجل وده في حد ذاته عبادة ربنا استجاب لم يستجب مش بتاعتك النتيجة على مين على الله على الله تبارك وتعالى ده بيعلمه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لكل إنسان سائر في الطريق رجع النبي عليه الصلاة والسلام عنده ثقة في الله تعالى ما فقدش الثقة يعني مش زي كتير يقول أنا مرة واثنين وانتهينا فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أبدا احنا على طول حتى في طلب العلم أنا أفتكر وأنا لسه الربيع تلميذ الشافعي رضي الله عنه لما بدأ يدي له الدرس يشرح له شرح له درس 42 مرة كل مرة يقول له فاهم يقول له لا مش فاهم يعيد الدرس فاهم يقول له مش فاهم يعيد الدرس فاهم ف42 مرة 42 مرة مش فاهم فعارف إيه اللي حصل الشافعي مزهقش عمل إيه الإمام الشافعي رضي الله عنه الإمام الشافعي قال له طب تعالى لي بقى البيت وبدأ الإمام الشافعي صابرا عليه رضي الله تبارك تعالى عنه وارضاه وبدأ كل شوية يعلمه يعلمه لغيت حتى فهم الربيع رضي الله عنه وهو من أجل تلامذة الإمام الشافعي رضي الله عنه شوفي كانت زي الأول وبعد كده صار إيه لما إمت لما صبر وذلك ربنا يقول وجعلنا منهم أئمة أئمة يهدون بأمرنا بس بشرط لما إيه لما صبروا فالنبي صبر عليه الصلاة والسلام الأمر الثاني لازم يكون عندك يقين في الله تبارك تعالى أن الله لا يفعل لك إلا الأجمل ولا يفعل لك إلا الأصلح فربنا بيقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بأيتنا يوقنون رجع النبي عارف أول ما رجع راح فين هل دخل على مكة على طول؟ لا راح في غر حراء وقعد يتدبر الأمر توحد يقول لي وليما دخلش مكة على طول وقومه وبن عبد مناف موجودين هيحموا النبي عليه الصلاة سامن نقول له لا ده الأمر تغير الأمر إيه تغير مات عمه اللي كان يدفع عنه أبو طالب ماتت زوجته السيدة خديجة اللي كان يدفع عن النبي وتخفف الآلام وتحمل الآلام عن كاهل النبي عليه الصلاة والسلام اللي مسك رئيس القوم دلوقتي هو أشد الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام اللي هو مين؟ أبو لهب اللي نزل فيه القرآن سيصطنارة ذات لهب وامرأته حملتها فده أشد الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام فبدأ النبي يتدبر الأمر ليه تاني؟ عشان النبي لما خرج أهله اللي هم قوموا وبنوا عبد منافي يقولوا إيه؟ ده النبي كده سلخة من قومه بدليل إنه هو رايح يشوف مكان تانيش فلما يرجع هيبقى بأي وجه يعود خلاص؟ فبدأ يتدبر الأمر صلى الله عليه وسلم وبدأ ياخه بالأسفل كان عند العرب حاجة كده خلق جميل اسمه الجوار خلق الجوار لا عارفة ما يجي يقولي أنا في عرض فلان أنا في حمايتك يعني فقولي يا جماعة ده في عرضي في حمايت محدش يقربه إلا يقربه كأنه اعتدع علي أنا فيبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعرض الأمر خلق الجوار فياخب به النبي عليه الصلاة والسلام وده مهم جدا اللي احنا ناخب بالأعراف مدامة الأعراف دي يا أستاذ وها هي غير في يعني غير مضادة لدين الله تبارك وتعالى فبدأ يعرض الأوى على الأخنس بن شريخ قال له لأ سهيل بن عمر قال له لأ رحل المطعم بن عدي والمطعم بن عدي كان عدوا لقومه ومع ذلك كان رجل صاحب مروءة وقال له أنا إيه أنا أجيرك يا محمد ولبس لأمة الحرب ومسك سلاحه وولاده مسك السلاح وولاد أخوه مسك السلاح وراحوا المسجد عند المسجد الحرام أبو جهل أول ما شافه قال أم أجير أم متابع فقال بالمجير قال قد أجرنا من أجر قال أجرت محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام فدخل النبي في جوار مين المطعم بن عدي رضي الله عنه طيب ناخد بقى تليفونات ناخد أول تليفون أي أهلا وسهلا إزاك حبيبتي عام لقيت فضالي يا ربي خليك معلش ما أنا عن ثلاث أسئلة صغيرين بس اتفضالي أول سؤال هو أنا عايز أعرف حضرتك هو لو حد حلت لحمة حد ميت هو ده حرام عليه حل ميت ماش ده السؤال الأول ثاني السؤال هو أنا عايز أعرف هو حضرتك لما أنا صلي مثلا الدهر يعني أخر ركعتين بالفتحة بس ده حرام ولا حلال لما تصلي إيه الدهر مثلا الدهر أخر ركعتين بالفتحة بس هو المفروض كده حاضري فأنت بحاضر طيب التالتة السؤال التالت هو أنا أسمعك أني مثلا بعد ما تخلص صلاة تقولي الحمد لله سبحان الله ولا إله 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 الله أكبر كل حج عشر مرات فده نساعدك استجابة الدعاء في أي حاجة تمام يا حبيبتي أول حاجة الحلفين برحمة تحدي ميت ده غلط أولا لا يجوز الحلف إلا بالله أو بصفة من صفات الله تبارك وتعالى يعني يجوز الحلف بالله تبارك وتعالى أو بصفة من صفات الله عز وجل يعني زي المصحف مثلا زي القرآن الكريم فأحد يقوله القرآن الكريم يا شيخ لكن حكاية أبو يا رحمة أبو يا رحمة أم سيدنا النبي قال ألا إن الله ينهاكم ألا تحلفوا برؤوسي أبائكم فمن كان حلفا فليحرف بالله أو ليصمت السؤال الثاني آخر ركعتين في الظهر آخر ركعتين بعد التشاهد اللي في المصر نقرأ بالفاتحة أيوا إحنا بنقرأ الفاتحة وصورة لما كون أنا منفرد يعني الوحدي لما كون منفرد أو في صلاحة حتى سرية وراء مأموم يعني في صلاحة سرية وراء إمام فبقرأ الفاتحة وبقرأ صورة في الركعة الأولى والتانية الراكعة الثالثة والرابعة أو الثالثة بس في المغرب أنا أقرأ بس بالفاتحة فقط بتقول بعد لما بتخلص صلاح في ختام التشاهد بعد لما خلص فبقول سبحان الله تلاتة وتلاتين الحمد لله تلاتة وتلاتين الله أكبر تلاتة وتلاتين وبعدين أقول لا إليه إلا الله وحده ولا شريكة لا لها الملك ولا الحمد وعلى كل شيء قدري بكذا تمام المئة أو إلا أنا مستعجل مثلا عاوز أقوم بسرعة فأقول سبحان الله عشر الحمد لله عشر الله أكبر إيه عشرة ممكن سبحان الله بحمد عدد خلق واردة نفسه زينة عشر ودد كان ماته سبحان الله العظيم مستفر العظيم ممكن لو مستعجل قوي بجد ما هو كل مجدد ده ده ملايين الحسنات دي صح؟ لا خلينا بس ناخد بالسنة وسادة دعاية أخفي دي وبعد كده رو أحملين تاوزار ماشي أم سامة أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام إزايك يا سيدة دعاية أعملي تمام يا حبيبتي الحمد لله تفضآلي كل سانون حدوكت طيب وانت طيبة أنا عايزة بس أسلم على حضراتك و أسلم على قبيلك السيخ و أقولو كل سانون حدوكت أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا كل سامة أحضرت طيبة يا خدم بس مش أكثر وعايزة بس دعاء حلو من الشيخ لي يعني ربنا يكمنا كده و يسليح حالنا بس مش أكثر صلى الله عز وجل لأني يكريمك يا رب العالمين ويستورك ويسعيدك يا رب العالمين ويرزقنا وإياك الفردوسة الأعلى من الجنة يا رب يا رب استطروا استحراء معنا تليفون ولأ أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلامة فضال إزاك يا دعاء الحمد لله حبيبة قلبي أهلا بيك بعد إذنك عندي كم سؤال كده فضال السؤال الأولاني عن أنا فتحة دفتر توفير في مكتب بريد تمام وبعدين بأخذ الفوائد بتاعته جت من كم سنة قلت يعني اقتنعت إن الفوائد دي حرام فما بقيتش عايز أخدها تمام فقالوا لي ممكن تاخذيها وتطلعيها لله ما تصرفيش حاجة على نفسك ولا أولادك ولا كده ماش فبقيت بعمل كده بس رجعت دلوقتي تاني شكت في الموضوع هل أنا كده يعني ممكن برد تكون الفرصة إن أنا بطلعها دي حرام ما يفعش إن أنا أطلعها لله أنا أصلا مش مقتنعة بيها فكنت عايزة أعرف كده حلال ولا حرام أو صح أو غير ما دون أنت مش مقتنعة بيها طلعيها في أوجه الخير يعني ينفع أعمل كده عايزة آه ينفع إن شاء الله لكن الصح الأصل إيه هي مش مقتنعة بيها هي أيها أصلا عارفة مش هتقتنع بالكلام بتاعها بس أنا أصلي عشان المشاهدين اللي بيسمعون لا قلناها مليون مرة المسائل دي شوفوا يا جماعة الفوائد فيها خلاف كبير بين أهل العلم عليهم رحمة الله خلاص المعاصرين أنا لأنها مش موجودة زمان المعتمد في الفتوى الآن إنها ما فيهاش مشكلة إنها حلال حلال المعتمد في الفتوى أنا شايفة حرام ما تقودهاش يعني أنا شايفة حرام طبعا أعملي تصدق بيها في أوجه الخير آه دوال حضرتك مش أنت يعني الأصبك لو حد لا مش أنت أيوة أنا وست عشان الناس إيه ما تفهمش الكلام لا أنا أراها حلال أتدين إلى الله بيها أنها حلال إن شاء الله وعند الدليل على فكرة وكنت أناقش مشايخي وأساتذتي في الجامعة كنت أعود أتناقش معهم في المسألة دي كتير جدا يعني نعم أم يوسف أهلا وسهلا عليكم السلامة تفضل إزاي حضرتك أستاذ بعاء الحمد لله حبيبتي تفضل كنت حضرتك أنا بتكرم بس حاجة لخصوص الصلاة سمعينك قولي أنا كنت ملتزمة في الصلاة يوصف بعاء يعني التزام مش قادرة أقول بحضرتك دلوقتي لأني فترة مش عارفة ألتزمة في الصلاة زي الأول وانتي بتعياتي نفسي كتعبينة مش عارفة ألتزمة في الصلاة زي الأول مش قادرة زي ما كنت ما بسدش فارت ربنا صلاتي فاكر كنت بصار بيها كل شيء روحي المسجد فدلوقتي نفسي كتعبينة أنا مهوة وتعبينة إنها عايزة أرجع عايزة أرجع ألتزمة في الصلاة زي الأول إن شاء الله ربنا يقدارك إنها عايزة أرجع من جوية حس أبتعب كده حس أن أنا فهوعة من جوة كده عايزة أرجع لربنا زي ما كنت نفسي نفسي بصعولي إن أنا ربنا يهديدي وأرجع ألتزمة في الصلاة زي ما كنت أقول إليها عليكم أنا أنا لابتدي تدعبينة جد بعد الصلاة دا تعايدة نفسياتي بطريقة جدة جد جد جدا جد جدا يوسد يا والله ربنا يهديك يا حبيبة قلبي طب إسماعيني انت إيه اللي خلكي تأثري في الصلاة إيه السبب؟ إيه اللي جد عليكي؟ ما فيش مش عارف مش عارف يا لأستيزة مش عارف أنا مش عارف أنا ما كنتش بسش فرض يعني مش عارف إيه اللي حصل بالذبط يعني خلق ذي زهق حاجات كتيرة والله يوسد معلش معلش هو الشيطان دي ألعاب الشيطان معلش ما تزعليش كده وإن شاء الله ربنا يهديك ويقدرك يعني والشيخ ما تبعونها يجاوب إن شاء الله يا حبيبة قلبي يعني أولا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الدينة يسر أي مشاد الدينة أحد إلا غلبة فسدده وقاربه وأبشيره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن جعل لنا هذا الدينة يسر بفضل الله معنى يسر يعني إيه يعني أنا بفضل الله عز وجل إنها بتقول أنا كنت بروح المسجد هو مش فرض عليك اللي أنت حضرتك تروح المسجد هو من رحمة ربنا ومن يسر الله بالمرأة إنه خلى صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد فأنا هقول لحضرتك نصيحة مهمة جدا يعني اللي هو حضرتك أول ملأزان وقبل ملأزاني أزين قبل ملأزان ادخلي على طول الحمام توضئي توضئي وبعدين على طول أنت منتظر الصلاة ممكن تعملي شوية استغفار أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وتبدأي تصلي الله تبارك تعالى مباشرة وتدعي ربنا أن ربنا يثبتك يعني هو ده مهم جدا جنسدنا النبي حتى إحنا عندنا في الصلاة بعدما تقول السلام عليكم بتقول أستغفر الله وأنا أقول أستغفر الله من إيه ما أنا لسا مصلي بهاوي أستغفر الله من التقصير الذي حدث في الصلاة ممكن أكون سرحت ممكن أكون بفكر مش عالي كده فأقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه فأنا عملت الكلام ده طيب الحاجة التانية اللي هو بعد إذن حضرتك نخفف على أنفسنا شوية اللي هو بمعنى إيه بمعنى إلا أنا أصلي الفرض مع النوافل طيب أنا بقى بصلي كتير أوي أقولك لا إهدى على نفسك شوية دلوقتي يكفي 12 ركعة كل يوم نوافل ولو قدرت تصلي ركعتين قيام ليه الأهلا وسهلا طيب الفجر طيب نامي بدري وحاولي تستيقظي إيه مبكرا ما قدرتش غصب عني أنا عملة زي صفوان بن المعطل كده الصحاب الجليل اللي ما كانش بيقوم صلاة الفجر غصب عنه بينم أتيل فأول ما تقومي توضأي وصلش قال النبي عليه الصلاة والسلام ودي من يسر الله عز وجل بهذه الأمة قال النبي ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة يا رب هدينا وثبتنا وفعلا أهم حاكتين والدعاء كمان والدعاء كل واحد يدعي نفسه بالهداية كده والثبات وأول ما الأدان يبدأ أول ما الأدان يبدأ الواحد بيقوم يصالي بيحس النهارة خلاص كان عنده حاجة عملها وخلاص أهل بعملتاه والراجل كمان أي راجل اللي حس بتعب وحس بخنا انزل على طول على فين المسجد أنا مبارح حصلت لخنة أنا شخصيا حصلت لخنة فعلى طول اتوضيت وخلق ونازل جر إلى المسجد والله يا أستاذها دعاء صليت وخلصت صلاة بالناس وحسيت بهدوء وبراحة الله يعني وهنا فعلا الصلاة فيها راحة وكان سيدنا النبي يقول أريحنا إيه بها إذن فالصلاة هي بتريح الإنسان رب نهديها ويهدينا ويهدينا جميعا ويسبتنا يا رب بشكرك يا شاحمد في نهاية الفقر ربنا يكرمك شكرا لك ومشاهدينا خليكم معينا بعد الفاصل احنا مشاهدينا في برنامجنا بتدعاء عندنا دايما مساحة سبتة للخير كل فرد أو مؤسسة بيعمل خير أو بيساعد الناس ليه عندنا مكان بندعمه وبنكبره ونساعده على العمل الخير فالدال على الخير كفاعله وإحنا دورنا نخبط على الباب ونذكركم بعمل خير وخصوصا وسط الأيام الصعبة اللي احنا فيها فإحنا طبعا لازم دايما نبقى فاكرين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين برحب معاكم بمؤسسة فذكر وضفنا الشيخ إبراهيم يوسف من ورمال أظهر الشريف أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا طبعا عايزين نتكلم على أهمية عمل الخير كمان إحنا في أيام جميلة ومباركة كل سلام حضرتك بالصحة السلامة يا ربو المسلمين أجمعي آمين يعني أحمدك اللهم كما علمتنا أن نحمد وأصلي وأسلم على خير خلقك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم سيدي رسول الله ما مر ذكرك إلا وابتسمت له كأنك العيد والباقون أيام صلوا عليه طبعا نحن أمة ابتعثنا الله سبحانه وتعالى من أجل غاية واحدة هي سعادة الدنيا وسعادة الآخرة الناس دايما بتفكر أن السعادة فقط في العبادات لا العبادات هي عبارة عن مقياس لمدى الإيمان في قلوبنا اللي هيدفعنا لتعمير الدنيا قبل الآخرة احنا منصلي وبنصوم وبنزكي وبنحج علشان خاطر إحنا نبقى مهيئين علشان نمشي في الكون عمر فيه زي ما كان سيدنا صلى الله عليه وسلم بيمشي عمر في الكون وزي ما ربنا أرشدنا إلى هذه الغاية العظيمة حينما خلق آدم إني جعل في الأرض خليفة خليفة يخلف الله في أرضه بالأعمال الصالحة التي يحبها الله جل وعلا علشان كده عايزين نعرف أن مفهوم مساعدة الناس ومفهوم أن احنا نكون معمرين في الكون ده مفهوم ربنا سبحانه وتعالى أراده لنا خاصة أمة الإسلام علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم المسؤلة السيدة عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لسائلها أما قرأت القرآن ألا قرأته فقالت كان خلقه القرآن كان قرآنا يمشي على الأرض قرآن يمشي على الأرض بمساعدة الناس قرآن يمشي على الأرض بأعمال البرر والتقوى قرآن يمشي على الأرض بإدخال البسمة والسرور على الناس علشان كده جلنا بصلى الله عليه وحطينا حد فاصل في هذه المسألة عن الخيرية الناس اللي بيصلي كتير معتقد انه احسن الناس الناس اللي بتصوم كتير معتقد انه احسن الناس النبي صلوات الله على ايه لا اللي بيصلي كويس واللي بيصوم كويس ولكن خير الناس انفعهم لمين للناس واحب الله او احب الناس الى الله انفعهم للناس كما قال رسول الله حينما سؤل عن افضل اعمال لم قالش صلاة الف ركعة ولا صيام مئة يوم لقال كلمة جميلة جدا سرور تدخله على مسلم تدفع عنه كربة أو تفرج همه أو تقضي حاجاتها فإحنا بننطلق من هذا الهدي النبوي الشريف وهذا الهدي الإسلامي إن إحنا دايما نمشي معمرين في الأرض من أجل حياة كريمة بإذن الله وفعلا سبحان الله إن الواحد لما بيكون حاسس بضيء أو حاسس بخانقة أو عنده مشكلة أو عنده زهق من أي حاجة في الحياة إنه أول لما بيفكر في غيره أو بيمزل يمشي في حاجة يقضيها لحد أو بيطلع صدقة أو بيروح يعمل إطعام مع الناس أو بينزل في أي عمل خيري سبحان الله الحال بيتغير على طول صدقتي دكتورتنا الكريمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا هذا الأمر فعلا وليس قولا الجزاء في الإسلام من جنس العمل وربنا قال وأصدق القائلين هالجزاء والإحسان إلا الإحسان فالنهاردة أنا لما بكون سبب في تفرج هم أو قضاء حاجة لازم ربنا سبحانه وتعالى بيعني ضيرك تعمل إيه فعله إيه قال له اذهب إلى مكان ليس فيه ماء روح حتى كده مفهاش ميا والناس بتعانفها من قلة الميازة ما موجود ده أتيت في بلدنا اعمل إيه احفر بئرا يخرج منها الماء فيمسك الله عنك هذا الدم شوف التشخيص والفهم الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فرغل بيقول عنده عقيدة سمع الكلام راح فعلا ندور على مكان ما فيش في بير حفر هذا البيع فما أن خرج منه الماء وشرب الناس إلا والله عز وجل قد شفاه ليه عشان كده سيدنا المعصوم قال داو مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة احنا بلنزهب للطبيب لأن الطبيب أخذ بالأسباب والنبي أمرنا بذلك ولكن هناك طبيب أعلى هو الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب منسش المسبب الأعظم الله جل وعلا أتطبب وأتصدق من أجل أن يكرمن الله جل وعلا بالشفاءين الشفاء الداخلي والشفاء الخارجي ففعلا عمل الخير هو الضمان الوحيد للسعادة في الدنيا وفي الآخر سبحان الله وإن فعلا إحنا يعني مخلوقين عندنا الروح وعندنا الجسد نعم فإحنا دايما بنشبع الجسد بتاعنا لكن بننسى الروح وهي دي الحياة لنا سبحان الله حضرتك لو بصرت في كتاب ابن القيم الداء والدواء أو الطب النبوي هو عقد كل الكتاب بتاعه على مسألة الاستشفاء في الروح أولا إزاي؟ زي ما حضرتك تفضلت وقلت إحنا بنهتم بالإيه؟ بالجسد ده جميل ولكن الأهم الروح لأن الروح هي الطاقة لفي الجسد النهار دا لو عندي عربية أحدث موديل وما فيهاش مطور أو فيه بنزيم ما لهاش أي قيمة نفس القصة بالضبط أنا جسم النهار دا سليم وبيسمه فوش أي أمرات بس عندي مرض شديد قلبي والعذب اللي مريض يبقى إذن أنا ما عنديش أي حاجة تقدم بيه على الله سبحانه وتعالى عشان كده ربنا لما تكلم قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والقلب السليم هو القلب الذي ليس فيه غل ولا حقد والحسد قلب كل همه في الدنيا إرضاء الله وقضاء حوائج مين الناس علشان كده لازم كل واحد فينا دايما وأبدا يفكر في عمل خير يعمله يسعد بيه حد يدخل بيه السرع على حد يقضي بيه حاجة حد من الناس لأنه وده الضمان الوحيد كما قلت لإرضاء الله تبارك وتعالى طيب إحنا دلوقتي جمعتنا ونشوف أول تقرير ونرجع نعلق عليه ومؤسسة فذكر قال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله من هذا الحديث أبدأ علشان أوصل الصورة أوصل المعلومة لكل واحد فينا من أفضل العبادات اللي تعملها مع ربنا سبحانه وتعالى والتجر فيها مع الله إنها تكون سبب في ستر مسلم أو ستر مسلمة إنك تساعد في جهاز بنت إنك تساعد في ستر بنت الظروف يعني حطيتها قدامنا عشان ربنا يختبرنا ويختبر مدى رحمتنا ومدى رقفة في قلوبنا النهاردة في قرية جميلة جدا محافظة باني سويف معنا الحجة أمو حنان أهل مسألة الحجة أهل بك أهل بك حضرتك إيه؟ الحمد لله كل عام طيب صحيح زي ما حضراتكم تشايفين الصورة أبلغ من أي كلام إن شاء الله إحنا يعني من خلال مؤسسة تتذكر ونقول لك إيه اللي في الطبيب وربنا يجعلنا سبب إن شاء الله وربنا يقضي على قدينه بطلب انت جهز ولا العلاجة يعني إن شاء الله على وجه الجواز إن شاء الله إن شاء الله ما جبت لاش حاجة لسه لا والله خالص أبوها يعني مش مستطيع على موضوع الجهاز لا وأبوها شغل إيه؟ أبوها على باب الله يعني آه يعني يوم بيوم يوم بيوم يوم بتأذوا نفقات يعني مصرف البيت صح؟ مصرف البيت بنخطب كل أهل الخيج ومنخطب الناس اللي عندها رحمة في قلبيها لأن ربنا قال إن في ذلك لا ذكرى لمن كان له قلب يكونوا سبب في ستر المسلمة يكونوا سبب في فرحة قلب بنت نفسها تفرح ليكل بلاتنا أن يقدر يساعد في جهاز حنان يعني يتصل ويكون هو المبادر أن يكون سبب في ستر المسلمين وربنا جعلنا جميعاً في خدمة الناس وفي خدمة أهل الله سبحانه وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فأنا بقول لبادر من خلال الأرقام الموجودة مؤسسة فذكر المؤسسة المباركة الطيبة اللي ربنا جعلها سبب في ستر المسلمات وفي سعادة المسلمات يا رب يسترع معاهم ويوسع رسول اللهم أمين ويجعلهم ميزان حسناتهم كلهم ويجعلهم مسترين دينيا وآخر الدعوة وصلت قبل حتى ما تعمل الخير يا رب كوني أنت صاحب الدعوة دي والسلام عليكم ورحمة الله يا رجي اشتركوا في القناة شفنا طبعا التقرير ودايما بيجي سؤال ما بنشوف موضوع جهاز العرايس وستر البنات يعني في الزواج أنه هل أولى أنه أنا أطلع العمر أو الحج ولا أننا أحط الفلوس في ستر البنات صدقتي وطبعا هذا السؤال يثار دائما ولكن احنا عايزين نبايا للناس حاجة مهمة جدا أن حج الفريضة ده مقدم على كل شيء ليه؟ لأنه فرض ربنا فرضوا عليه أنا إذا كنت حجة حجة الفريضة ربنا وعدنا وياكم وعندي بعد كده بقى فضل مال أستطيع من خلاله أنه كل سنة أذهب أعمل إيه؟ عمرة أو أحج تمام؟ في الحالة دي الحكم إيه؟ في الحالة دي العلماء قالوا أن قضاء حوائج الناس أفضل من إيه؟ من حج النافلة لأنه خاص حجة حجة الإسلام فإنني دلوقتي أقضي حاجة الناس أسعد واحدة أجاهز بنت زحنان ديت أو عمل عملية الولد محتاج احنا عندنا في المؤسسة بنحاول إن شاء الله كل شهر احنا نجاهز خمس بنات مش قادرين أن هم طبعا يجهزوا أو أهلهم يجهزوهم تمام؟ فأنا أن أقدم أقدم البنت ديت أو أقدم الشاب ضاء أنه ساعده في الزواج أنه يستر نفسه عند ربنا أفضل من حج النافلة ليه؟ لأن حج النافلة هيعود يعني منفعته على مين؟ علي أنا إنما لما تصدق بالمال بتاع الحج هذا لستر بنت أو اثنين أو تلاتة أو اربعة إبنا كده أسعدت أسر كتير جدا وكنت سبب أن نعمل صدقة جارية لأن البنت دي اللي هتخش اللي هتصلي رقعة في ميزان حسناتي البنت اللي اتجوزت ديت إذا أنجبت ولد وحافظه قراءة في ميزان حسناتي علشان كده إحنا بنقول أن النوافل المقدم فيها قضاء حوائج العباد ولذلك أحد السلف الصالح لما عارفين القصة كان راح يحج لبيت الله حج نافلة وتلاقى واحدة بتلتقط يعني دجاجة من على مزبلة ماذا فعل أعطاها المال وجلس في بيتي والله أعلم ربنا قدرنا كده نفرج كربات الناس كده ونساعدهم ومن ضمن أنشطة مؤسسة فذكر توصيل المياه وصلاة المياه فإحنا هنختم فقرتنا بتقرير لمؤسسة فذكر ونشاطهم في وصلاة المياه وطبعا أرقام التليفون موجودة على الشاشة لأي حتى تحبب أنه هو يتواصل مع المؤسسة موسيقى مع مؤسسة فذكر لمحافظة بني سويف في تقرير مختلف نأكد به دايما مع المؤسسة أن أفضل الصداقات سقي الماء وأن أنت توصل للناس مياه سواء بتوصيل وصلاة مياه أو حتى في حفر عبار زي ما أنتوا بتشوفوا من خلالنا مع بعض المحافظات القصة النهاردة اللي أنتوا شايفينها أمام حضراتكم دي كلها اللي أنا جاي أنا وزميلي الدكتور إبراهيم عاوز أأكد مع حضراتكم إزاي بيبقى فيه ناس محتاجة قوي حد يشوف محتاجة قوي حد يسمعها وكل حلمها وأميتها وصلت مياه عاوز أأكد مع الناس وإنت موجود معنا النهاردة ولفنا الكارية كلها باها في بني سويف عشان نشوف الناس بتعاني من إيه اللي محتاج سقف واللي محتاج مساعدات واللي محتاج توصيل وصلات مياه أعتقد يا شيخ إبراهيم فضل توصيل وصلات مياه للوشوش اللي السادة المشاهدين شايفينها معنا النهاردة أعتقد سوابه وإمته كبيرة جداً حبيب أأكد لسادة المشاهدين من خلالك النهاردة وإنت أحد علماء الأزهر فضل الموضوع ده عشان يشوفوا التقريب ده ويعرفوا قد إيه هيبقى سوابه وعظيمة عليهم أكيد طبعاً الحمد لله يا واحدة والصلاة والسلام على ما لها النبي بعدها سيدنا النبي يقول لك الله هنجيك يقول لهم ما إيه يحشر الناس يوم القيامة أضمأ ما كانوا عطشانين جداً 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 أعرى ما كانوا مش تبسين يعني أجوع ما كانوا فمن سقى عطشاناً سقاه الله شربة هنيئة لا تضمأ بعدها أبداً مش هتعتش بعدها خالص لحد ما تخش الجنة وتشرب بقى للتفكه وللترو طب مين اللي هيحصله كده ومين اللي النابي هيجيله صلى الله عليه وسلم عشان خاطر يسئيب إيده الشريفة المباركة الناس اللي النهاردة هتتصل وتبادر ويكونوا أول ناس سبب في إسعاد الناس كلها تصل بمؤسسة فذكر المؤسسة الجميلة العظيمة اللي أكون سبب إن شاء الله في نشر الخير في مصر نحو حياة كريمة وكون أول مبادرين تكون سبب في إسعاد الناس دي جزاكم الله خيرا أنا عاوزكم توحدوا لله إن شاء الله طالما جنالك اللي غطينا بقى أكيد ربنا راية خير أنا مش عاوزكم تبكوا إن شاء الله ربنا إن شاء الله يجعلنا سنة نواف جنبه بعد أنت يا أمي يعني كل حلمك أنت وأسرتك حنفية مية؟ أهي مش غاية حنفية مية عزيزة بتملوم اللي عنده مية بس يعني هنا في بعض الناس عندهم مية والناس ما عندهمش اللي ما عندهمش بيها هياخدهم اللي عندهم كل عشر بيوت ممكن تلاقي حد عنده مية كل أمنيتهم وصلت المية وإحنا في عز الحر زي ما أنتوا شايفين أعتقد بتبقى القيمة دايما مع مؤسسة فذكر إن هي تبقى بتوصل المية لكل المحرومين من خلال دعم حضراتكم إحنا اللي كسبانين لو إحنا عملنا كده وبادرنا بكده وسجعنا في الاتصال بالمؤسسة وإحنا اللي هنبدأ الأول ونكون سبب لأنه زي ما قلت للناس هتشرب مية تشرب مية وربنا هرزقهم هرزقهم ولكن أحدا اللي محتاجينهم مش هم اللي محتاجيننا فنبادر إن شاء الله عز وجل ونسارع ونكون أول الناس اللي هتعمل كده عشان ربنا يقيمنا بأرض القيامة بإذن الله رقم تليفونات مؤسسة فذكر أمام حضراتكم على الشاشة وصلة المية المؤسسة بتتحملها طبعا مع التنسيق مع شركة المياه بحيث إن إحنا بناخد من الفرع الرئيسي ونوصل فروع فرعية أو وصلات فرعية للمنازل لكل واحد يبقاله حنفية المية بتاعته إحنا بنطلب من خلال حضراتكم بتشوفه وبنجي نصور الكلام ده بالصوت والصورة أعتقد لما يبقى الوصلة بتكلف 3000 جنيه شوف إنت دلوقتي وإنت موجود لو جنيه من 3000 لو 3000 لو عاوز تعمل واحدة واثنين كم وش وكم بني آدم وكم إنسان إنت هتسعده اللهم مسق من سقانا اللهم مسق من سقانا اللهم مسق من سقانا وأطعم من أطعمنا واستعملنا في فرحة وإفرح المسلمين اللهم استعملنا في إدخال السرعة على كل مسلم يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد ودعا وإن شاء الله خير ونجي نبرح مع بعض بالمية الله أعلم خلص التقرير ربنا شاهد على في القلوب والنواية وإن شاء الله هنبرح معاهم 100% يستهنى اشتركوا في القناة وصلنا معكم مشاهدينا لفقرتنا الطبية المختلفة انا بقول مختلفة لان هي بصراحة فعلا مختلفة متعوب على اعدادها وتبسيط المعلومة الطبية من غير اخلال او تعقيد وقدر اقول ان السلسلة دي مرجع لأي مريض سكر يقدر يتابع لحلقات بالتسلسل ويستفيد منها ان شاء الله وجد انا بشكر دكتور نادر الجرحي اسجاري البطنة العمى والغضد الصماء والسكر اهلا وسهلا يا دكتور وبشكر حضرتك ورئيس جمعية دلتا الأمراض السكر والغضد الصماء يعني يا ربنا اكريمك يا دكتور على المعلومات اللي بتديها لكل المشاهدين ومرض السكر والتوعية ربنا يتقبل يا رب وزي ما انت فانس ادعاء في الاول خالص لما تكلمنا احنا فعلا هدفنا هو تصحيح الوعي الصحي الفرق ما بين الدول اللي بيدخل فيها مضاعفات سكر والدول اللي ما عند او نسب مضاعفات السكر فيها اقل طبعا تكلفة مادية فرق بالمليارات بعشرات المليارات الفرق بس بينهم هو الوعي الصحي شعوب عندها وعي صحي وعارفة تتعامل عن مرض ازاي وشعوب تانية لأ مش قادرة تعرف ده الفرق بالاتنين ده هو الفرق ما بين الخطر الشديد جدا والأمان الشديد جدا ان شاء الله نقدر يعني نغير او نصحح شوية في المعلومات اللي موجودة عندنا طيب احنا كنا قيدين سؤال الحلقة اللي فاتت ايه علاقة السكر بالجهاز الهضمي وهو ده اول سؤال هنسأله لحضرك النهارة طيب انت عايز علاقة السكر بالجهاز الهضمي ولا علاقة الجهاز الهضمي بالسكر هما الاتنين ايه متدخلين لا في فرق جدير للاتنين يكفي اقول لحضرتك ان قد هما مرتبطين اكتر نظرية مقبولة في العالم في تفسير ليه السكر من النوع التاني بيحصل بيسموها النظرية السومانية ان 8 اشكال من الخلل بتحصل في جسمك التمن اشكال دي بتؤدي في النهاية الى انه السكر يحصل يكفي نقول ان اربعة لا اربعة بالزبط اربعة في الجهاز الهضمي ده واحده واحده في الكلا واحده في العضلات واحده في الدهون اللي تحت الجلد واحده في المخ اربعة منهم في الجهاز الهضمي يعني الخلل اللي بيحصل في الجهاز الهضمي ممكن يسبب السكر من الاصل والعكس كمان صحيح ان السكر بيأثر على الجهاز الهضمي سلبا كنا في الحلقة اللي فات بنتكلم عن التهاب العصاب الطرفية وقلنا ان التهاب العصاب الطرفية ان السكر مش بس بيعمل التهاب في رجلينا تممكن يعمل التهاب في الأعصاب اللي بيتغزي الجهاز الهضمي من أول المريء مروراً بالمعدة والأمعاء وكله وتعمل تأثيرات في منتها الخطورة وبتتشخص لسنوات غلط وهي في الواقع من مضاعفات السكر اللي معنا حاجة صعبة جداً وحلها سهل جداً ميش إحنا قلنا بقى إيه تأثير السكر على الهضم بقى هنجيب الجهاز الهضمي كله من أوله وآخره بالزبط من أول الفم مروراً بالمريء بكل شيء مريء طبيعلاً نفسك واحد حاجة حاجة دوط هتبدأ بالفم نبدأ بالفم يعني من أول ما أكلنا بالزبط والسكر هيعمل ليه في الأسنان كل الناس يقولك أنا بعرف سكري مظبوط ولا لأ من سنان لو سناني عيمة يعني سايبة لأنه بيعمل التهاب في جدور مش في جدور الأسنان في الأربطة اللي بتربط الأسنان وبتقويها ده من ضمن الحاجات اللي هما اللي بيعملها وفقدان الأسنان يبقى هذا الشخص هيعرف يمضه؟ لا يبقى الماضغة عنده ضعيف جداً يبقى الأكل هيوصل للجهاز الهضمي غير ممضوع يبقى قدرته على الهضم قليلة يبقى شكواه دائمة أدى واحد اتنين أنه ممكن يعمل حاجة مهمة جداً جداً تقرحات الفم سواء كانت الفطرية أو التقرحات النتجة عن المناع حاجة اسمها الأفثث ألثر وشيء اسمه؟ هيبقى السورة بالزبط كده ده أول واحدة ده نوع من أنواع القرح على فكرة دي مؤلمة جداً ومحدش فينا ممرش بيها بذات قامل امتحانات ومؤلمة جداً ويعني بتضايق المريض بشكل كبير جداً في شكل الامتحانات يعني شان التوتر؟ السترس طبعاً في صورة كمان التوتر ده بيجيب كل حاجة كل صحيح يعني يا رب نعمل حلقة مرة عن السكر والنكد يعني يعني ده شوفي يا صدقاء كمان الصورة دي ده التهاب فطري التهابات فطرية جوه الفم ده رقم اتنين دي حاجة كمان أشكال المهمة جداً جداً طبعاً في الفم كمان بيحصل شكوتين في منتهى يعني مشهورين جداً وما لهمش تفسير الشكوى الأولى زيادة اللعاب عند اللعاب كتير بس اللي أكتر منها هو جفاف الفم مش العطش دكتور أنا طول الوقت بق جاف رقي ناشف يكفيني بس شوية ماي صغرين دي واحدة من أهم ومن أشهر أعراض السكر على الفم وحلها سهل جداً جداً أمضغ اللبان أمضغ اللبان عشان تشغل الغدد اللعابية اللي موجودة عندنا يبقى يعمل لي كرح في الفم ويعمل لي زيادة اللعاب ونقص اللعاب أو جفاف الفم ويعمل لي مشاكل كتيرة جداً جداً في الأسنان واللي بتأثر بعد كده على الهضم مؤكد ده تأثيره على الفم ندخل على إيه بعد كده على المريء على المريء بقى على المريء هيجينا للمريد ده على طول اللي يبشتيك دايماً بألم مع البلع ألم مع البلع أنا ببلع أنا بحسني فيه سكاكين بتقطع طب ده حاصل ليه؟ لسببين إما أنه السكر أثر على العضلات بتاع المريء فبعد ما كان لها حركة دودية ربنا خلقها منتظمة أصبحت بتتحرك بشكل عشوائي فبتعمل ألم في البلع دي واحدة أو أنه يحصل التهابات فطرية زي اللي جات موجودة في الفم تكمل وتدخل فيه في المريء والحالة دي لو فضل ياخد أدوية الحموضة طول العمر وشهد حسن لا بد أنه ياخد أدوية الفطريات أعتقد لنا صورة كمان لو أستأذلكم التعرضو هلن أيوة بالزبط دي صورة بالمنزار يا سيد دعاء أنا داخل بالمنزار والأنبوبة اللي أنت شايفها ده هو ده المريء وكل الأبيض اللي جوه ده ده مش الطبيعي المفروض طبيعي زي لون الأغشان مبطينة للفم لونها أحمر لونها بنك تمام؟ لون أبيض دي كل دي التهابات فطرية شيء رهيب طبعا وعمر ما يتحسن ولا الألم هيروح غير لو أخد أدوية الفطريات طب يعني هو عشان كده أحيانا بنلاقي مرضى السكر عندهم مشكلة في الأكل فعلا وفي البلع حموضة ترجية طب الترجية من إيه؟ من المعدة إحنا خدنا الفم وخدنا المريء طيب هيعمل على المعدة كمان حاجة مهمة جدا جدا بيسموها عندنا شلل في المعدة أو شلل في حركة المعدة إيه رأي حضرتك؟ إيه الفرق من السرطين؟ الشمال الطبيعي واللي عليمين هسهلها عليك واللي عليمين ده مرضى سكر الأزرق ده الأكل شوف كمية الأكل بعد ساعتين من الأكل مثلا أو حاجة شوف كمية الأكل في الباقي في المعدة دي المعدة قدرت تتخلص منه لكن شوف الللي عليمين باقي في الأكل دي إن حركة المعدة نفسها بتقل هيجي للمريض بإيه؟ بشعور بالشبع بعد الأكل أنا بأكل لقمتين وحس بالشبع طب ما ديه حيرو عشان يخس لا بس مش حيرو عشان واخد لك سكر فلو ما كلش كمية تغطي لعلاج اللي خاده هيحصل له انخفاضات سكر متكررة والسبب في المعدة والدكتور مش واخد باله أو المريض حتى نفسه مش واخد باله اتنين حرقان وحمودة طول الوقت إن الأكل طول الوقت موجود غممان نفس وترجيع طول الوقت المعرضنا بيرجع ليل ونهار طب إيه التفسير بتاعنا دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تفسرها لنا اللي هو وجود ما نسميه شلل في حركة المعدة الحقيقة تشخيصها صعب مش سهر ليها طول كدير في التشخيص ساعة نعمل لها حاجة كده زي رسم الأعصاب حاجة كده تشبهها مش موجودة في أماكن كتير وساعات ندخل بالمنزار هو المفروض لما واحد يجي لعمل له منزار وهو متعشي الساعة 7-8 المغرب وجاي عمله الثاني يوم بعد 12-13 ساعة المفروض ده لقي معدته فضية هدخل بالمنزار هلاقي الأكل زي ما هو ده دليل من دليل إن حركة المعدة حصل فيها تأثر بالسكر نحن لازم نعرف بقى الحلول بتاعت الحاجات وهنقلص التفاصيل بس بعد الفوض إن شاء الله شكرا عايزين بقى نعرف برضو علاقة السكر بالأمعاء إحنا خلصنا بقى المعدة والحتة اللي فوق دي الأمعاء بقى تمام إحنا خلصنا المعدة وقلنا هيجينا بشلل في حركة المعدة وهيجي بالترجاع والأشياء دي الأمعاء والدعاء حكتين في الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغريزة لما السكر بيأثر على الأمعاء الدقيقة بيبدأ يحصل عند المريض إسهال شديد إسهال دايما مي ومعظم هذه الحاجات الإسهال اللي موجودة دهوت بيكون سببه زيادة لما حركة الأمعاء قلت البكتيريا اللي جوه الأمعاء نموها زاد عن الطبيعي بالمناسبة البكتيريا اللي جوه الأمعاء دي فيه كلام كتير جدا إنها من أهم المسببات مش بس السكر كتير من أمراض الإنسان بيعاني منها إنه بيحصل خلل في البكتيريا الطبيعية اللي ربنا خلقها فيحصل إسهال مستمر آه دي تأثيرها على المرارة هنقولها بعد دي إيه إن شاء الله مش خلي معنا الصور بالضبط فيجي لي واحد عنده إسهال مزمن إسهاله المزمن تأثير السكر على الأمعاء الدقيقة طيب وبرضو علاجه إيه؟ برضو تاني لابد أن يكون سكره ينتظم وأدوية تانية بتساعد معا طيب لو القولون نفسه أو الأمعاء الغريزة اتأثرت بييجي بإمساك مزمن بس هنا دعاء وجب التنويه لنقطة مهمة جدا جدا برضو عشان الموضوع ما يتخذش بسطحية كبيرة صحيح إن السكر بيأسر على كل الحاجات وبيسببها فعلا ما في الشك لكن هناك أسباب أخرى تانية ممكن بعضها يكون خطير جدا جدا بيعمل نفس الأعراض فأنا كدكتور ما يجي لي مارد يقول لها دكتور أنا بقالي 3-4 شهور عندي إمساك شديد آه أوكي السكر ممكن يعمله لكن يجب استبعاد أمراض تانية على رأسها مثلا ربنا عافينا رب أورام القولون وصراتنات القولون ممكن تجي لي بهذا الشكل فمش أقول إن ده الإسهال ده أو الإمساك ده ناتج عن السكر إلا بعد استبعاد الأسباب الأخرى كمان فطيرة جدا لابد من فحص المريض لذلك الصنار يصدعاء جزء أصيل في فحص المريض المريض يقول لدكتور ديروان تريد تعمل صنار أنا جاي لك عشان عشان السكر بتعمل لي أشعة تيفزيونية على بطن ليه أو لو عشان يشوف الكبد في حاجة ولا ما فوهوش المرارة فيها حاجة ولا ما فوهوش بالضبط دي حصوة المرارة هنتكلم عليها الكلي هلتأثرت بالسكر ولا ده بالنسبة للأمعاء وأهمية استبعاد أسباب أخرى ممكن تعمل نفس الأعراض طيب نتكلم بقى على تأثيرها على المرارة والكبد المرارة والكبد الكبد عضو مهم جدا جدا في تنظيم سكرك مهم جدا الكبد هو اللي بيخزن السكر وهو اللي بيدخ السكر وهو اللي ممكن لو أنت ما أكلتش سكريات فضلت يومين ثلاثة ما تأكلش واحد لسبب ما بقى يومين ما بيأكلش الكبد يقدر يصنع سكر من مواد غير نشوية كل ده بيقوم به الكبد فالكبد ليه دور مهم لكن للأسف أنه السكر بيؤثر سلبا على الكبد أنه بيعمل الكبد الدهني أعتقد فيه صورة كمان قبل الصورة دي على طول بتورينا الفرق الكبير صورة دي صدعاء اللي على الشمال ده الكبد الطبيعي اللي ربنا خلقه اللي عليمين ده الكبد الدهني بعد ما تأثر بشكل كبير جدا جدا بالسكر وبالذات لو كان معاها سمنة أو اللي احنا سمناها المرة اللي فاتت متلازمة التمثيل الغذائي نعم ده تأثيره على الكبد أنه ممكن يعمل الكبد الدهن ويرفع انزيمات الكبد على المرارة يكون لي حصوات المرارة واحدة من أهم أسباب حصوات المرارة مرضى السكر وبالذات في النساء اللي وزنهم زيادة بعد سن الاربعين سنة أو في الأجد الرابع من العمر بين تلاتين والاربعين سنة دي تصورة كمان للمرارة ودي بالصنار الدايرة السوداء اللي حضرتك شايفها هي دي المرارة والبقع الأبيض اللي جواها دي الحصوة اللي موجودة جوا المرارة ممكن يكون سبب السكر أو أي حاجة تانية عند المريض طيب يعني لازم مريض السكر يركز جدا في موضوع انتظام السكر بتاعه طبعا وزق أصير في العلاق طيب السؤال بقى مهم جدا خدعوك فقالوا انه لو تقدم لبنتك شاب عنده السكر ما توافقيش تردت حضرت تقول ايه دي مشكلة كبيرة جدا وده موروث خاطئ تمين زيادة دعاء ولابد نغيره يعني الجملة دي غلط غلط مليون في المية مليون في المية يعني شوفي عندنا مثلا كما بنيجي نقول كانوا زمان نسمي مريض السكر الديابيتيك بيشنت أو مريض السكري الكلمة دي قالوا لأ الكلمة دي أصلا فيها يعني بلغة العصر فيها تنمر انت ليه هو صفته بده هو مش ذنبه فيقولك مريض عنده سكر مش مريض السكري لو اي حد شاب أو بنت وتقدم لبنتك أو لابنك واحدة وعندها سكر ما فيش أدنى مشكلة خالص طالما ان السكره منتظم يبقى دايما هنركز على كلمة السكر المنتظم سكره منتظم هو شخص طبيعي تماما في العلاقة وفي الخلفة وفي كل شيء وفي البنات نفس الحكاية إلا لو وزناها زيادة في الحالة دي ممكن يتأخر إنجابها مش عشان السكر عشان وزن وتكايوسات المبايد وما يتبعها من أشياء بتحصل مع الوزن زيادة لكن طبعا معلومة غلط مليون في المية معلومة غلط مليون في المية وما لهاش السكر مهنوش أي علاقة خالص نحب شوفها كتير جدا 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 يعني في حالات تيجي تكشف بس عشان كده إن ابني متقدم لها أو بنتي متقدم لها واحدة عنده سكر أوافي وقال لها رفض قولا واحدا سكر منتظم ومافق طبعا فيش ولو حد سكر مش متظم هننظمهوله يعني مش قصة يعني يعني مش سبب خالص للربط خالص طيب السؤال للحلقة بقى يعني إيه سكر الحمد ده دبعا الهنجة إن شاء الله الحلقة الجاي طيب دكتور نيدر أنا بشكر حضرتك شكرا لحفظتك شكرا لحفظتك شكرا لك شكرا زي دعا شكرا يا دكتور بشكر كل مشاهدينا واستلام عليكم ورحمة الله وبركاته